وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 335 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 24 طن مواد غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 5 أطنان أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 503 قضايا من بينها 59 قضية خبز ناقص الوزن و49 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 30 طن أقماح محلية